شدد وزير الخارجية سمح شكري على أهمية إدراك أن الوصول للطاقة لكافة الدول والتحول في الطاقة لن يتحقق دون ضمان التمويل الكافي ونقل تكنولوجيا للدول النامية منوها بإطلاق مصر للمنتدى العالمي للهايدروجين المتجدد خلال مؤتمر المناخ وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري لمؤتمر صوت الجنوب تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين أكد شكري ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع مختلف التحديات مشيرا إلى أهمية مجموعة العشرين في توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي للاستجابة بصورة فعالة وفي توقيت المناسب للتحديات التي تواجهها الدول الجنوب معربا عن التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة